قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن نموذج ألمانيا المعتمدة على روسيا في الطاقة فشل ولن يعود وأكد وزير الاقتصاد الألماني أن الأسرة الألمانية تدفع نحو 500 يورو إضافية سنويا مشيرا إلى سريان رسوم إضافية شهرية من أول أكتوبر حتى أبريل 2024 في مسعى لمساعدة شركة يونيبر أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا ومستوردين آخرين في مواجهة زيادات حدة في الأسعار أعلنت مولدوفا عدم قدرتها على سداد تكلفة مخصصات وردات الغاز الروسي مع بلوغ أسعار الغاز العالمية أرقاما قياسية وأكدت مؤسسة غاز مولدوفا أن الأسعار الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطي سعر الاستراد وسعر النقلة وسيأدي ذلك إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بما يقرب من 200 مليون يورو أزمات عدة تواجهها القارة الأوروبية في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي صدارة هذه الأزمات تأمين إمدادات الطاقة وتوفير الغذاء مولدوفا واحدة من الدول الأوروبية التي أعلنت عدم قدرتها على سداد تكلفة واردات الغاز الروسي مع تسجيل أسعار الغاز العالمية أرقاما قياسية مؤسسة غاز مولدوفا قالت إن عدم الوفاء بالمقصصات المالية للمورد الروسي جاز بروم من شأنه أن يؤدي إلى انقطع إمدادات الغاز الواردة إلى البلاد في الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل وطلبت مؤسسة غاز مولدوفا الحصول على تسهيلات مالية من عملاق الغاز الروسي والقبول بإعادة جدولة المدفوعات وأكدت المؤسسة أن الأسعار الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطي سعر الاستيراد وسعر النقل مما سيؤدي إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بما يقرب من 200 مليون يورو حتى نهاية هذا العام هي ظروف اقتصادية صعبة لا تواجه مولدوفا فحسب بل أيضا معظم الدول الأوروبية ولكن بجوانب مختلفة طالما تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه ارتفاعا ملحوظا في لبنان بالتزامن مع استمرار الزيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وتمت سعر الوقود بشكل فوري مع التغيير في سعر الصرف ويذكر أن مصرف لبنان المركزي اعتمد سياسة جديدة لتسعير البنزين ليتم احتساب 70% من السعر وفقا لمنصة الصرافة الرسمية فيما يتم اعتماد 30% من السعر وفقا لسعر السوق غير رسمي والذي يفوق السعر الرسمي بنحو 6000 ليرة للدولار الواحد أكد البنك المركزي في بنزولا أنه تم بيع 6 أطنان من الذهب بحلول يونيو من عام 2022 حسب ما أثارت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العام وأشر البنك المركزي إلى أن كمية سباك الذهب بالبنك في نهاية النصف الأول من العام قد بلغت ما يعادل نحو 73 طن وهو أدنى مستوى في 50 عاما قررت مقاطعة سيتشوان الصينية التي تعد مركز الإنتاج الليثيوم تقنين إمدادات الكهرباء إلى المصانع حتى يوم السبت المقبل وذلك وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية في وقت تؤدي فيه موجة حر إلى ازدياد الطلب ونضوب المياه في الخزانات هذا وأكدت إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن درجات الحرارة تجاوزت في المقاطعة 42 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي وفي بيانات على موقع البورصة الصينية أعلنت عدة شركات منتجة للألمونيوم وأخرى منتجة للأسمدة تعليق الإنتاج